السلام عليكم الغزالة ديالي و مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم اقتراح المائدة كيف تقدموا مائدة تكون منظمة متولة تحمرت الوجهة في عدة مناسبات و تعراضات هكي اللي يجوين عندكم الناس في الاول صراحة كنت سنشارك معكم فقط هذه الوصفة اللي هي عبارة عن حريشة حلوين على طريقة البانكيك اللي يجيو غزالين خفافين و من السمين و قلت عليها مصورة مصورة نكمل و نشارك معكم الحطة حتى المائدة ربما تستفدو منها و تاخدو منها عدة افكار فمنطور شاليكم يالا هم دو فيديو ديالنا مهم هنا قبل ما ندخلو للكوزينة مع بعضياتنا غدي ندوز نشارك معكم بعض الافكار او بعض التدابير اللي مثلا انا يمتبعهم هدي سنين فاتم مثلا اي نوع من العراضة او ضيوف كانوا جايين عندك سواء غدا سواء عشا سواء فطور او قوتي او مثلا كتحضر حفلة او مائدة العيد انا كنكون مثلا اول خطوة كنقوم بها كنناخد ورقة كندير ليستات الوصفات او الشيوات اللي بغى نحضر باش نشوف الكوزينة شنو عندي شنو ناقصني كندوزوا لمرحلة التسوق كنجيبوا الاغراض كنشوف هديك الساعة شنو الحويجات اللي نقدر نحضرهم قبل ونقوم بتخزينهم مثلا موجمي دغي نخرجهم بدا نسخن او نخرجهم بدا نعمر او مثلا كذلك الحويجات اللي نقدر نحضرهم بنهار ولا ليلة قبل ولا هذا فمويم انا كشي حويج كما اشتهم حضري مثلا انا كنوجد مثلا هاد المائدة هادي الحلوى عندي موجودة موجودة بريوش موجودة بزاف الحويجات كذلك الحويج اللي مكردوش لهم بالولي كيتلفونا نهار يكون جين عدنا الناس هما الماعن او الاواني فكم بدو هادي فين بغى نحطها هادي فينا هي هادي كتبدا تجي كذلك نوذك تلفا فمويم تمني كتكوني عارفة الوصفة او الشيوات اللي غدي تحضرين عارفة كل حاجة فاش بغى تحطيها والاهم من ذلك انك تشوفي التام اللي بغى تبعي في الطبلة باش يجي وحدك شي منصق ويجي منظم ويجي مصمق كيف كنقوله فكتعرفي هادي بغى ندير فيها كيكا هادي مملاحات هادي كده هادي كده فكتتوجدي انتي الماعن ديالك نهار قبل او الليل قبل كتخرجيهم كاملين وتعرفي كل حاجة شنو بغى تحطي فيها كنغسلهم مثلا انا كمشتهم مموجدهم غاسلهم مسحهم كتحطهم في الطبلات الكوزينا ولا هكا اللي بيفي عندك في كوزينا ولا البوتاجي اللي عندك كبير كتكوني مموجدة كل شي غيك تبدأي اللغد لي غيك تسخني وتحطي وتوجد ذلك شي خفيف وتحطي كذلك مثلا لانابلي بغى نفرش كنكون مثلا مسح الطبلة موجدا لانابلي بغى ندير يكون مصبان مصلح مغطي هكا حويجات كما قلت لكم اللي كتكونوا محضرين مثلا الصينية هي كما الشو كان وجدون ووجدوا السكر نعمرو كل شي كي يكون واجد هكا كتسهلوا عليكم الامور بزيف وكتوفروا كذلك الوقت بزيف فمهم هدي يعني كبغيت نشارك معكم هكا على السريع بعض الحويجات اللي كنقوم بيوم انا مثلا في حياتي العادية مهم هنا ان شاء الله بالنسبة المكونات المقادير اللي غدي نحتاجو الحرشات ديالنا غدي ناخدو هنا احد الكأس متوسط او زلفة متوسطة باش تاخدو القياس عندي هنا ايا كأس مملو جيدا من السميد اللي كيكون متوسط كما اشتو هدي الحبات دياله السميد اللي كيكون خاص بالحرشة وبالبسبوسة ونغدي نحتاجو كأس مملو مزيان عندي هنا كذلك بنفس الكأس عندي كأس ميناء الحليب حليب بارد يعني ماشي سخون ولا شي حاجة هنا بنسبة الياغورت انا غدي ندير ياغورت بنوازن 100 قرام بنكهة الخوخ ممكن لكم ديروا بنكهة الفاني او مهم لنكهة اللي بغيتو لبدون سكر عندي هنا ملعقتين كبيرتين ديال الزيت النباتي مع ملعقتين كبيرتين ديال السكر الابيض حبيبات او سكر سانيدة سنحتاجو حبة واحدة من البيض عندي هنا ملعقة كبيرة ديال الخميرة الحلويات او البيكين باودر ما يعادل 16 جرام او كيسين من وزن 8 جرام بنسبة التنسيم غدي نضيفو ملعقة صغيرة ديال اللوزيس او مبشور ديال الحامض الليمون اللي كيضيفو حد لد رائع جدا جدا هاد الحرشة هادي ممكن لكم اكيد تعاوضو كذلك بقشور البرتقال عندي هنا كذلك كذلك كيس واحد من سكر الفانيلا عندي هنا هذا ديال نكهة زهرة البرتقال يمكن لكم اكيد تعاوضو كذلك بملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة ونحتاجوا اكيد رشة خفيفة ديال الملح ونحن ناخدو صح الاشتغال اللي يكون عريض شوية اول حاجة نضيف لي هذيك حبة ديال البيت نضيف لي رشة خفيفة ديال الملح سكر الفانيلا اكيد مبشور حامض تهو نضيفه من الأول ونضيف لي هذيك سكر نخدم هذي المكونات شوية مع بعضياتهم ونضيف الزيت ونضيف الحليب سميدة هي اخر حاجة كتبقى سننضيف مكونات شوية بعدما اخدمنا جميع المكونات نضيفه الخميرة ونضيفه سميدة سميدة دائما بطريقة الاستخدام نضيف السميدة تدريجيا ونحن نخلطها بعدما اضفت كمية السميدة كلها نغطي هذا المزيج ونجعله يرتاح جانبا تقريبا 11 دقائق على ما تشرب لي السميدة واتقال القوام ديالها وارجع معاكم رجعت معاكم مرة أخرى بعدما اضفت كمية السميدة واتقال القوام ديالها هنا اذا بدأت بالطياب سوف نأخذ سواء المقلة التي تكون غير لاسيقة أو المقلة التي تكون خاصة بالبغرير والبانكيك سوف ندوز أول حاجة قبل أن نبدأ طيب نسخنها مزيان 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 وفشكها مزيان طيب ندوز ننقصها حتى لا نخطف الحرائشة في الطياب ندوز هنا ناخد ضروري شوية الزيت ندحل المقلة أنا كم الشتونة نستعمل هذه البلاكة هذه دائما هي كتنافعاني كتتسرب لي الطياب وكنقدر ندير كيمية كبيرة في دقة واحدة مهم بالنسبة للقياس هم تمنى تحكموا بويتهم كبار ولا صغار أنا غدي نديرهم غير صغير وغير مهم بحال هكا مبارك يعني في حالي مغرفة هادي باش غدي ناخد القياس مغرفة تكون معامر المقلة يعني دائما على نار مهيلة كنت تسبروا عليهم تقريبا واحد جوج دقائق باش نخليهم منخطفهم مغرفة طياب سيبدأوا بلية هنا في الجنب نقصهم كي بلية أنها بدت تشد فراثها كنشوف هكا كنجرب ناخد سباتيولة كنحاول نشوف واش بدت تتهز كنشوف هكا كنعرف رصافة وصل الوقت غدي ندوز نقلبها هكا كم مشتو هادي نجي نجرب هذه هانتوما بسرعة وكنقلبهم بعد ما كنقلبهم كاملين مرة أخرى كنزيد عليهم واحد جوج دقائق ثلاثة ملتحت موين في الأخير ركبوا احنا مراقبينهم النيبل يتحمروا رصافرة كنعرفوها رطابت كم مشتو هادي مثلا هادي فاش خطفتها انا مثلا في القليب مثلا كانت باقي ما شداش فراسها وقلبتها كتقدر تشقق ليكم هكا كعلاج دائما رقبو جنيبات وما نزربوش نعطيهم خاطرهم هكا في الطيار حلو Organic هنا يا صافي هانتوما هم بدووا يتحمروا من تحت ردي نتوز من جديد هذا ممكن ما تشوفوا كيفاش كاتتجي من تحت وقلبوا نتحي تم تحتي دبعوا من تطهي الحريشات هانتوما كما كاتشوفوا كيفاش يجيو رائعين جداً جداً كيجيو خفاف وشاش هانتوما كيجو في حل الحريشات واكيد منتوز نقطعيهم اشتركوا كيف يأتي من الداخل يأتي غزالين وخفاف المضاق سهلين وبساط ويأتي من السمين سوف نكمل بقية التحضيرات نستخدم الطبق طويل لدينا الفقاس والغريبة والصابل هؤلاء حلوية التي شاركتهم معكم في القناة يجب أن نضعها في دبيوتا لدينا الفقاس بطريقة ناجحة فقاس على أصوله من السم باللوز والزنجلان والنافع سوف نحاول نجعله لكم الرابط في صندوق الوصف على فكرة يجربونه والنتجة طريقة لتشاركه معكم طريقة مضمونة كما نضع الزبدة الزبدة كما نعرف كما نعرف الزبدة والزيت والكم في تردد كما نرافقوها هنا يريد أن نشارك معكم هذه الزبدة من ثلاثة ناكهات التي لا تخطانيش من ثلاجة كتنفعني بزاف سواء نطيب بها ولا نشحر باشي حويجات ولا كدلك التهل مهم هذه راس بقي وشاركتها معكم في القناة كانوا فيديوهما خمس وصفات واللي منهم هذ الوصفيتين هذو اللي تهم صحيين بزاف وحدة عندي بجوج ناكهات عندي وحدة ديال الكوكا والتمار وعندي وحدة باللوز والحبوب مشكلة والكوكي يجي وعرين وعرين بزاف مهمة نحاول خليتكم الرابط ديالون في صندوق لوس فلا كنتو باقي ما اشتوش هذ الفيديو سوف يوجد هنا الطبيس لات غادي نخرج منها للكونفيتور وزيت وذلك شي غادي نعمر فيهم الزنات غادي ندوزهم بدوبهات جنيب هذا اللي ضروري كنحطوه في هنهي الصينياء ديال الشي المغربي بالنعناع اللي ضروري ما كتختحت مائدة لمائدة العيد ولا مائدة ضيافة مو يمكن ما اشتوح طيس كويسات نعناع تمف جنيب غادي نجيو هنا هذ الفراقة هذي اللي درنا فيها الغريبة بنكهات مشكلة وبعجين واحد اللي موجودة على قناتي كتجي غزالة غزالة وهكا بعجينة وحدة خرجنا شكيلة مختلفين وبنكهات مختلفين مو يم شاء الله جميع روابت ديال هذي الوصفات غادي تلقون في صندوق الوصف هنا الحريشة بنكيك او الحريشة السائلة اللي حضرنا مع بعضياتنا هذي البنات كنصحكم فعلا انكم جربوها وكما تبعتم معي يعني من اسهل ما يكون كنت تحضر بسرعة وكتجي لديدة رفقتها كن رفقوها بالعسل ولا رفقوها بالمربا مهم كل واحد على لحظة في الضوء دياله هنا في هذا الطبيسي لهذا عندي دا ميني كيك بالشوكولاة فرميسال هذو البنات كيم مشتوك يجيو اش هو منهم هذو توم مسبق لي وشاركتو معاكم في القناة كنت بعجينة وحدة وبمكونات قصيصة دياله في متناوى الجميع خرجوش وصفات خرجت هذي الوصفة هذي الرائعة ولي هي كيكة الإجاس او كيكة البعويد بلوز مهرماش وبالكوك يعني كتجي ولا ارواع مهمة غادي نحاول نخلي لكم الرابط دياله هذي الوصفة هذي الوصفة هذي الرائعة في الفيديو هذا كيم مشتو يعني تبارك الله كنحاول دائما كنحاول نبسط الوصفات علش مما قديث وبحاجة وحدة كنخرجو جوش حويجات وثلاثة واربعة علش الله هنيا عندي هذي الطبق هذي المشكل بالحلويات اللي كلها الروابط هذي تلقاوه في صندوق الوصف نجيو نبدو هنيا مويم عندي هنيا الفقاس البلدي المنسم الاصيلي عندي هنيا هذي الحلوة تركية بتلات نكهات كتجي شيشة وكتدوف الفم عندي هنيا هذي الحلوة ديال ايام زمان ديال الورقة بلا طابع تهيك جيزوين بزف مفندف في سكار وعندي هنيا هذي حلوة ديال الشوكولة بالكوك عندي كذلك هنيا هذي صابل ديال الورقة بالزنجلان تهيك جيزوين بزف وعندي هنيا الغريبة ديال الكوكاو والكوك والكاكاو هذي تهي البنات سبق لي وشاركتها معكم في القناة كلهم يعني حلوات لغزالة هنيا في الجنب هذي مويم درت هنيا المحراج ديال القمح وهنيا كماشتو قدمنا هذي طبق هكام شكل باش نرافقوه معاه وهنيا ضروري مويم المائدة ضروري من الشوكولة يكون حاضر عدي العاصر مويم هنيا كماشتو معكم هذي الكيكا وعندي هنيا بريوش الوردة بكريم باتيسيار هادا تهيو بريوش غزال وكماشتو تبارك الله شكيل يالو كي جيزوين وساهل تهيو غدي نحاول نخليه ليكم وهنيا في هذي البليسة هذي المملحات انا كشخصيا احمق على المملحات وما كيخطاونيش من الفريقو دائما عندي عندي هذو اربع مملحات ببنكهات يعني مشكلين انك هذي الزيتون انك هات تعال الحار وانك هات تعال معدنوس والاعشاب وانك هذي الفرماج مويم هذو تهوما غدي نحاول نخلي لكم الرابط عندي هنيا الشوكولات مرة اخرى وبنيا عندي هذي الفراقة هذي اللي كماشتو درنا فيها مكسارات مشكلة وكماشتو بارك الله كلها يعني وصفات اللي مبنوعة واكيد الى شتو الفيديوهات ديالهم غدي تهل عليكم الامور كتر لان كلها وصفات بمكونات يعني في متناول جميع وان شاء الله نتمنى هذ الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا هكا خديث وفكرة على طريقات تقديم مائدة متنوعة لعائلاتكم وضيفكم واكيد طريقات تقديمها بشكل راقي وشكل اللي كيفتح الشهية ويمكن هذا هو الفيديو تليوم نتمنى ان شاء الله هذي الافكار هذي كلها تكون عجباتكم وكما اذكرت جميع الفيديوهات غدي تلقاه الراوبيت ديالهم في صندوق الوصف وبهذا غدي نكون وصلنا نهاية الفيديو نقول لكم اسلام عليكم وتهل الله وفراسكم ولساقي ان شاء الله فيديوهات وشيوهات ووصفات مقبلة اسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة